موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم رفعة درجة وعلو منزلة ورضا من الرحمن الرحيم أبيات أستحذرها يقول الشاعر فيها يقولون لي فيك انكباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدى طمع سيرته لسلما هذه أبيات لشاعر أراد نزاهة نفسه في ما يخدم به العلم والخير الذي كان يسير عليه ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي وليأخدم من لاقيت لكن لأخدمه في أبيات شعرية تدل على ما نحن نريده من تحقيق معنى النزاهة ومن هذا نستشعر أن النزاهة من الأخلاق الفاضلة التي كان يسعى الناس إليها يقول قائلهم أنزه نفسي عن أذى القول والخنى وإني إلى الإسلام والسلم أجنح وعقلي وديني والحياء يردني عن الجهل لكني عن الذنب أصفح فشتان ما بيني وبينك في الهوى وكل إناء بالذي فيه ينضح ومن هنا نستشعر أن العقلاء استشعرون أن نزاهة النفس عز ينبغي بهم أن يسيروا عليها وقد كان الناس يجعلون النزاهة طريقا لرفعة نفوسهم وعلوشانها وكرامتها وبالتالي يستشعرون أن من كان من أهل النزاهة فإنه ترتفع درجته عند الناس أجمعين ومن أمثلة ذلك أن الإنسان يتنزه عن سؤال الآخرين واستعطائهم في أمورهم فما زال ذو الهمم والأخطار من الرجال يتنزهون عن السؤال يقول الحكيم الترمذي النزاهة في تطهير القلوب تطهيرها من آفات النفس وتزيينها بإبعادها عن غين الذنوب ومن هنا نعلم أن أصل المحاسن ينطلق من خلوق النزاهة وذلك أن أعظم الصفات التي تكون عند الإنسان من صفات الخير تنطلق من خلوق النزاهة وكلما كان الإنسان مترفعاً نزيها كان ذلك من أسباب رفعة درجته وعلو منزلته لقد تتابعت كريمات العقلاء في الترغيب في النزاهة والحث عليها ليكون ذلك من أسباب صلاح حال الإنسان واستقامة أموره ولقد وجد على مستوى العالم أجمع وفي الحضارات كلها من الإشادة بالنزاهة والتعريف بها كما وجد في المنظمات العالمية والمشاريع الأممية ما يدل على الترغيب في النزاهة وتعزيزها ومكافحة الفساد والسعي لإزالته من المجتمعات ومن هنا كان أصحاب الولايات في جميع البلدان يتفاخرون بمحاربتهم للفساد وجعل مجتمعاتهم مبنية على النزاهة إن تعزيز خلق النزاهة والسعي في مكافحة الفساد لا يثمر الثمرات الكبيرة يجعل المجتمع يتحرك يجعل المجتمع يعمل يجعل الناس جميعا يكونون ممن سعى في تحقيق مصالح الخلق ولذلك لازلنا نجد أن المؤسسات على اختلافها تنشأ في المحافظة على ما يكون من ثروات الناس وإبعاد الفساد بأنواعه وبالتالي نستشعر أن ما نجده في بلادنا من مؤسسات رقابية مثل هيئة الرقابة والتحقيق ومثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة ومن مثل هيئة التحقيق والادعاء العام ومن مثل ديوان المراقبة العامة وديوان المظالم وغيرها هو مما يعزز قيم النزاهة في مجتمعاتنا ثم إننا في هذا المجتمع الذي نعيش فيه نجد العديد من الأنظمة واللوائح التي تسعى في محاربة الفساد ثم إننا لنجد أن النزاهة تكون سبب من أسباب صلاح أحوال الناس إننا في هذا المجتمع لنجد أن النزاهة لها آثارها الكبيرة فيما يتعلق بإصلاح أحوال المجتمع والسعي في جعله على أعلى مجالات الحياة وقيمها ومن هنا فإننا نجد من أنظمة هذه البلاد فيما يتعلق بمحاربة الفساد والسعي في النزاهة ونشرها ما هو من أكبر المحفزات لبقاء هذا الخلق وانتشار هذه القيمة ولذا جاء في بعض الأنظمة أن العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية ورصد النتائج ومراجعتها ووضع برامج العمل وآليات التطبيق من أهم أعمالي ومهامي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن ثم فإننا نستشعر تلك الجهود التي جاءت في مجتمعاتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في محاربة الفساد وفي السعي إلى طهارة من لابس شيئا منها فيما مضى وحينئذ نستشعر ذلكم الواجب الذي فرض بقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وبممارسة الاختصاصات المتعلقة بها وتطبيق الأنظمة التي لها لها ارتباط بها ودراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها مع مراعاة عدم الازدواجية في ذلك فكان هذا منطلقا لهذه المؤسسات الحكومية في تعميم النزاهة وتطهير أفراد المجتمع وإبعاد الفساد عن أفراد هذا المجتمع هذه النزاهة لها مجالات متعددة فمن تلك المجالات المجال المالي فقيمة النزاهة لها أثرها في المجال المالي فيتحمل الإنسان من أن يأخذ مالا حراما ويقطع مصلحة الجهات العامة وذلك أن الشريعة المباركة أمرت بالابتعاد عن المال الحرام ونهت عن التلبس به وقد ورد في الحديث أيما جسد النبت على سح فالنار أولى به وقررت الشريعة أن المال الحرام من أسباب فتنة الإنسان وزيغان قلبه كما قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله وأن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فأكل السحت يتنافى مع النزاهة فالنزاهة في المجال المالي تشتمل ترفع الإنسان عن الرشوة المحرمة ترفعه عن المتاجرة بنفوذه عدم إساءة استعماله للسلطة ودخوله في أبواب من التلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده وإساءة استعماله وبالتالي يجتنب من كان من أهل النزاهة الأفعال المحرمة منها غسل الأموال والتزوير وتزييف العملة والغش في التعامل والتجارة إلى غير ذلك ومن هذا المنطلق نشعر أن النزاهة في المال من أعظم أنواع النزاهة وهي التي تتبادر إلى أذهان كثير من الناس إن النزاهة تعني أن تحفظ الموارد المالية وأن تستعمل فيما تعود بالنفع والخير على مجتمعاتنا إن النزاهة تعني أن نحسن استخدام الأموال العامة والخاصة فلا نصرفها إلا في أوجه النفع وما يعوده على المجتمع بالخير وأما النزاهة في مجالها الآخر فهي النزاهة في المجال اللفظي فإن الإنسان حينما يكون عفيفا اللسان يكون نزيها فيه وأما من يجعل لسانه محلا لقبيح الكلمات وبذيء العبارات فإنه حينئذ قد ابتعد عن النزاهة والنزاهة منه براء إن النزاهة تعني عفة الإنسان في لسانه تعني ابتعاد الإنسان عن الألفاظ السيئة والكلمات الرديئة ومع بعده عن الشتم للآخرين واللعن والسب والغيبة والنميمة وقول الزورة وحينئذ مت كان الإنسان نزيها في لفظه فإنه سيكون محبوبا للناس مرغوبا في صداقته أما إذا كان بعيدا عن النزاهة في الألفاظ فإنه حينئذ سيتركه الناس ويبتعدون عنه ويشمئزون منه ومن ألفاظه بل إن تلك الألفاظ ستورث العداوة والبعضاء والشحناء وستجعل الناس يتهاجرون ويتقاطعون كما قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فإن الإنسان متى كان يختار الألفاظ الجميلة كان ذلك من أسباب تآلف الناس واجتماعهم وحينئذ نستشعر النزاه في المجالات الاجتماعية فإن الإنسان حينما يكون مراعيا للأداب العامة والتقاليد المرعية وما يتعارفه الناس من الأداب على اختلافها فإنه حينئذ سيكون نزيها في المجال الاجتماعي إن أنفة الإنسان وعزة نفسه وشرف في أعماله له من مظاهر النزاهة في المجال الاجتماعي وحينئذ من كان يظهر من كان يقدم على مخالطة الناس بأدب حسن وكلام جميل يحضر مناسباتهم ويدعوهم إلى موطنه له هو ممن آثر النزاهة في الجانب الاجتماعي وبالتالي يكون بعيدا عن الفسوق وعن مجالس الفجور وعن كلام الخنى وعن المواطن المشبوهة والآفات المريبة حينما يكون الإنسان نزيها في المجال الاجتماعي يكون محبوبا عند الآخرين محل ثقة عندهم ويكون موثوقا لديهم وبالتالي يرغب الناس في صداقته وفي التواصل معه أهل الرجولة وأهل المرؤات يأملون أن يكون من أصحابه وممن بينهم وبينه علاقة لأن الناس يثنون عليهم بصحبتهم لمن كان هكذا وإن من الأمور التي تجعل الإنسان نزيها في هذا الباب أن يكون متعلما للأخلاق الفاضلة التي تكون سببا لحسن التعامل وأما في المجال البحثي فإن النزاهة تكون في كون الإنسان يحافظ على التوثيق في كتاباته فينسب القول إلى قائله ولا ينسبه لنفسه وهكذا تجده بعيدا عن أن يصف الآخرين بألفاظ قبيحة وإنما يناقش الآراء المناقشة السليمة بالكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة وهكذا النزيه في مجال الأبحاث يبعد عن السرقات العلمية فلا ينسب إلى نفسه قولا تكلم به الآخرون ولا يكون من شأنه أن يصف نفسه بالدرجة العالية في العلم وهو ليس كذلك فإن التعالم بعيد عن خلق النزاهة وهكذا لا تجده مغرورا بما آتاه الله جل وعلا من العلم وإنما تجده منصفا غير متحيز متواضعا في أقواله وألفاظه لا يتعصب لشخص ولا لرأي وإنما يصدر أحكامه بعدل وإنصاف ومن هنا نعلم أن هذه القيمة ينبغي أن نستشعر أنها قيمة عظيمة في مجال أبحاثنا لها أثرها في البحث العلمي وفي استمرار العطاء في هذا الباب ومن المجالات المتعلقة بالنزاهة ما يتعلق بالجانب الوظيفي فإن الإنسان في جانب وظيفته لا بد أن يكون نزيها فلا يستغل الوظيفة العامة في تحقيق المصالح الخاصة لا يستغل وظيفته ولا مكانته في هذا الباب وإنما يكون عادلا في معاملاته غير محاب لأحد على أحد لا تجده يختار أحدا لتولي مناصب أو وظائف على جهة المحابات وإنما يفعل ذلك على جهة اختيار الأفضل والأحسن في هذا الباب إن استعمال النزاهة في المجال الوظيفي يؤدي يؤدي إنجاز الأعمال وإكمالها ويؤدي إلى المحافظة على الأموال العامة وتكميل المشاريع المتتابعة وترك النزاهة في هذا المجال يترتب عليه تكدس الأموال أو سرقتها ويترتب عليه عدم إنجاز المشاريع وعدم القيام بها وهكذا لا بد أن يكون هناك نزاهة في المجال القضائي بأن يكون الإنسان عادلا في حكمه سريعا حريصا على أن يكون نزيها في هذا الباب فلئن كان من شأن القاضي أن يبتعد عن الرشوة التي تجعله يظلم في الحكم فوكذلك لا يحاب أحد لقرابته أو لمكانته وإنما يحكم بالعدل نزيها في نفسه ساعيا في إيصال الحقوق لأصحابها ومن الأمور التي تقرر بهذا أن النزاهة أمر مطلوب شرعا ومما يحصل به صلاح أحوال المجتمع وتستقيم به أمورهم ولكن في مرات قد يظن أن بعض الأفعال تنسب للنزاهة ولا يكون الأمر كذلك فكم من إنسان تهاون في إيصال الحقوق لأصحابها بإسم النزاهة في الحكم والقضاء وكم من إنسان ترك اتباع المشروع في الأفعال بإسم التنزه عن ذلك الفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه حبلا قد ربط بين سواريه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الحبل قالوا حبل لفلانة إذا تعبت استندت إليه فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فلينم فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه فهذه ظنت أن النزاهة تكون في الاستمرار في صلاتها في الليل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى عدم صحة مفهومها وهكذا في الحديث الآخر أن ثلاثة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أفتر ويعني لا أنام وقال الثاني وأما أنا فأصوب النهار لا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقالتهم فأنكر هذه المقالة ولم يعد هذا من النزاهة عما لا يرغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني فالتنزه عن هذه الأمور ليس من التنزه المحمود الذي يثاب الإنسان عليه ويؤجر عليه بل هو تنزه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نستشعر أن هذا انحراف عن المشروع في باب التنزه انطلق من جهل الإنسان بالله جل وعلا وعدم معرفته لما يحسن تركه واجتنابه مما لم يكن كذلك وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه أما والله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية وبالتالي نعلم أن هذا التنزه الذي كان من هؤلاء ليس تنزه المشروع وإنما هو تنزه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نستشعر أنه لما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة قال أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية في ذلك أنكر عليه هذه المقالة فلما سأل سائل عن من أجنب بالليل وأخر اغتساله لما بعد الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال الرجل يا رسول الله إنك لست كهيئتنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فحينئذ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ومن هنا نستشعر أن التنزه في هذه الأمور لم يصدر عن عقيدة صافية صافية أما ما كان من النزاهة مستوحا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتعامل الإنسان فيه بفطرته التي فطر الناس عليها فإنه حينئذ يكون محمودا مراغبا فيه ومن النزاهة النزاهة عن المطامع الدنيوية بحيث يكون المرء مترفعا عن الدناء وعن التقاط الدنيا بأمور غير مستحسنة عند الناس فمثل هذا ليس من الأمور المطلوبة بل النزاهة فيه فضيلة وعمل صالح مطلوب من المؤمن أن يفعله ولذا قال القائل لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكافي والنوني بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأغناكم من عنده وجعل النزاهة خلقا فاضلا تسيرون عليه في حياتكم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة